الحمد لله الذي لرب غيره ولا بلعسوه والصلاة والسلام على عده ونبيه ونصفحه أما بعد فهذا بالعمل الله تعالى خاتمة الدروس والمقصود والتعليقات على مثل الدرة المضيئة بالكيرة النبوية للحافظ المقدسي رحمه الله تعالى وسنشرب اليوم إن شاء الله تعالى في ختم الكتاب وإتماعه وقد يقول قائل إنه كيف يُعطى في يوم واحد موضي قرابته في أسبوع ثاني حتى يزيل اللبس فإن المتبق من الكتاب أكثره أسماء المتبق من الكتاب أكثره أسماء تتعلق بالعشرة المبشرين رضي الله تعالى عنهم وأرضاه وأما ما يتعلق بصفته صلى الله عليه وسلم هذا ما سنقف عنده كثيرا على أننا اليوم إن شاء الله سنغير في الطريقة بمعنى أننا نعتبر للأخ الذي يقرأ سأقرأ حتى يتم الوقت يعني يذهب الوقت سأقرأ بنفسي ثم نعلق وأنت معك القلم في من الأمور ما لا يكتب ومن الأمور ما يكون لا فائدة ونظالب بتدوين فنقوم نستعين بالله تبارك وتعالى أننا ننتهينا يوم أنفس وصلنا إلى سلاحي صلى الله عليه وسلم قال المصنف رحمه الله وكانت له ثلاثة رماح أصابها من في لحي بني قينقاع وثلاثة قسي قوس اسمها الروحى وقوس شوحة أو قوس صفراء تدعى الصفراء وكان له ثلث فيه تمتال رأس الكبش فتره مكانه فأصبح وقد اذهبه الله عز وجل وكان سيفه ذو الزقار تنفله يوم ذدر وهو الذي رأى فيه الرؤية يوم أحد وكان لنبه من حجاب السهمي وأصاب من في لحي بني قينقاع فقدت أسياك سيف قلعي وكان عنده بعد ذلك المخزن ورسول أصابها من الفلس وهو صنم بطي قال أنس المالك كان نعلم سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبيعته فضة ودين ذلك حلقة فضة واصاب من في لحي بني قينقاع درعين درع يقال لها السعبية ودرع يقال لها فضة وروي عن محمد المسلمة قال رأيت على رسول الله صلى الله عليه وسلم درعه ذات الفضور ودرعه فضة ورأيت عليه يوم خيضر درعين ذات الفضور والسعبية هذا ما ذكره المصنح النبي عليه الصلاة والسلام كان إمام المجاهدين ولا يمكن أن يكون إمام المجاهدين حتى يكون لديه سلاح وهذه الأسلحة التي ذكرت ونقلت عنه صلى الله عليه وسلم نقلت بأساني تختلف منها ما هو صحيح منها ما هو دون ذلك لكن جنة قبلت عند العلماء وتنقلوها هذا الذكرى الأولى في الموضوع الذكرى الثانية في الموضوع إذا أردت أن تدون سيفه ذو الفقار هذا السيف الذي كان لا يكاد يفارقه صلى الله عليه وسلم سيفه ذو الفقار هو السيف الذي كان لا يكاد يفارقه صلوات الله وسلامه عليه بمعنى أنه كان يحمله كثيراً ولذلك قال المصنف وهو الذي رأى فيه الرؤيا يوم أحد فلو سئلت وعند درست المثل ما معنى قول المصنف وهو الذي رأى فيه الرؤيا يوم أحد أي أن هذا السيف قبل معركة أحد النبي صلى الله عليه وسلم رأى في هذا السيف سلمة رأى فيه ماذا سلمة يعني شيء كثيراً وسيف الإنسان هو الذي يدفع به عن نفسه فأول في المنام بأنه أحد عصبته وكان مقتل حمزة بن عبد المطالب رضي الله تعالى عنه أرضاه وموته شهيداً فالرؤيا التي رأىها رأى بقراً تنحرها لموت أصحابه ورأى في سيفه سلمة هذا هو مقتل من مقتل حمزة في أي سيف رأىها الرؤيا في سيفه ذي الفقار فعلى هذا قلنا إن سيفه ذي الفقار هو سيف الذي لا يكاد نفارقه الفائدة الثانية تكتب في كتاب نفسي ما لم يذكره المصنف ما لم يذكره المصنف أن له سيفاً يقال له مأثور ما لم يذكره المصنف أن له صلى الله عليه وسلم سيفاً يقال له مأثور ورثه عن أبيه ورثه عن أبيه لمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم ورث هذا عن أبيه عبد الله أي أنه مأثور في الأصل لمن؟ لعبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم ثالثاً وهذه يهم الفوائد ثالثاً وهذه يهم الفوائد مر معنا أخي السلاح الآن ومر معنا قبله الدواب ومر معنا قبل الزواب الإيماء والموارد والعبيد راضح؟ السؤال أين ذهبت هذه؟ الإيماء والعبيد والسلاح والدواب اللي ذكرناها جميعاً تكتب في المثل قال الحاقب بن كثير رحمه الله إن النبي صلى الله عليه وسلم قد صح عنه إنه مات ولم يترك دينارا ولا درها وأن درعه كانت مرهونة عند يهودي في ثلاثين صاعا من شعير وأن درعه كانت مرهونة عند يهودي في ثلاثين صاعا من شعير وأن جميع ما ذكر من قبل من العبيد والإماء والدواء والسلاح وأن جميع ما ذكر من قبل من العبيد والإماء والدواء والسلاح قد أنجز التصدق به صلى الله عليه وسلم قبل موته قد أنجز التصدق به صلى الله عليه وسلم قبل موته لعموم قوله صلى الله عليه وسلم إنا معاشر الأنبياء لا نورة ما تركناه صدق إنا معاشر الأنبياء لا نورة ما تركناه صدق الآن انتهينا من قضية سلح نأتي فطل في سلحة صلى الله عليه وسلم روي عن أنفس الجمالك رضي الله عنه وقال كان أبي وفر السديق رضي الله عنه إذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم مقبلا يقول أمين بالمصطفى بالخير يدعو كظوء البجر زاهره الضلام وعن أبي ويلة رضي الله تعالى عنه قال كان عمر بن مصطفى رضي الله عنه منشد قولة غير النار سلمة في هرم بن سنان حيث يقول لو كنت من شيء سوى بشري كنت المضيئة لليلة البجر ثم يقول عمر ودواس أوه فذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن كذلك غيره هذا إجمال ما ذكره المصنف هنا قد يكون في الأول بالذات فيه نظر لأن هذا بطر لا يعرف عنه الشعر لكن جملة مقبول لأن المعنى صحيح قد لا يصح نسبة هذه الأمور إلى بطر لكن المعنى صحيح ثم جاء عن وصله صلى الله عليه وسلم من حيث التفسير قالوا عن علي بن نبي طالب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيضا لون مشربا حمره الأبيض إما أن يكون أبيض أمهق كما سيأتي فيكون بياضه غير منذوح ولكن بياضه صلى الله عليه وسلم كما قال علي كان مشربا بحمرة أي مخلوطا بحمرة أدعج العينين المعنى شديد سواد العينين إذا تكتبون سأدمها أدعج العينين أي سواد شبيد سواد صبط الشعر معنى صبط الشعر أي أن شعره ليس مستلسل الآن اليوم العامية يقولون نعم ليس مستلسلا ولا ملتوين ولا ملتوين أي أن شعره صلى الله عليه وسلم ليس مستلسلا تماما ولا ملتو مستلسلا ليس مستلسلا صبر ليس ولا ملتويا كس اللحية ذا وفرة دقيق المسربة الطابع كاتبها المسربة هي بسين وليس بسين دقيق المسربة والمقصود الشعر الذي من أعلى الصدر إلى أزنى الصرح دقيق المسربة وليس في المسربة مكتوبة بالكتاب بالشين وهي المسربة والمعنى الشعر المنتج من أعلى الصدر إلى أزنى الصدر ليس في بطنه ولا صدره شعر غيره هذه واضحة شثن شثن الكفين والقدمين هذه معنى غليل أصابع الكفين وغليل أصابع القدمين غليل أصابع الكفين وغليل أصابع القدمين إذا مضى كأنما ينحط من صدق وإذا مشى كأنما ينطلع من صخر إذا انتفت انتفت جميعا هذه واضحة انحط من صدق الصدق المكان العالي الصدق المكان العالي كأن عرقه اللؤلؤ ولريح عرقه ولريح اللامة السوحة ولريح عرقه أطيب من ريح المسك الأكبر ليس بالطويل ولا بالقصير ولا بالفاكر ولا بالبئين أبي واضحة جدا لم أرى قبله ولا جعده مثلا من القائد وفي رفض بين كتفين خاتم النبوة وهو خاتم النبيين خاتم النبوة شعيرات ما بين الكتفين من الخلف إلى جهة الشمال أقرب خاتم النبوة شعرات من الخلف اجتمع بعضها إلى بعض إلى الشمال أقرب فاضحة وهو خاتم النبيين أجود الناس كفاً كناية عن الفرق كناية عن الفرق وأوسع الناس صدر عليه الضاهرة وأصدق الناس لهجة وأوفى الناس ذنبه والينهم عريكة وأكرمهم عشرة ومن رآه بديها عشرة مايب بكثم وأكرمهم عشرة من رآه بديها تنهابه ومن خالطه أحبه يقول ناعته لم أرى قبله ولا بعده نفلة صلى الله عليه وسلم قال البراء ابن عاجل صحابيه معروف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مربوعاً أي لا بالطويل ولا ولا بالقصير بعيد ما بين المنكبين له شعر يبلغ شحمة أذنيه رأيته في حلة حمراء لم أرى شيئاً قط أحسن منه مربوعاً قمنا واضح ما بين الطويل والقصير معيد ما بين المنكبين هذا المنكبين والمقصود أن صدره وظهره انتق له شعر يبلغ شحمة الهدن هذه شحمة الهدن رأيته في حلة حمراء الحلة الثود المكون من قطعتين الحلة الثود المكون من قطعتين الإبار والإبار لم أرى شيئاً قط أحسن منه صلى الله عليه وسلم لم هذه أداة هي هداة جزم لكن أداة قط الجزم نسل أداة نسل جاء بعدها بقط لأنه نفى شيئاً ماضي ولو أراد أن ينفي شيئاً في المستقبل يأتي بأبداً وقالت أم معبد من خزاعية في صدته صلى الله عليه وسلم أم معبد أين رآها النبي صلى الله عليه وسلم رآها أم معبد في الهجرة في طريقه من مكة إلى المدينة مر على أم معبد أم معبد امرأة من خزاعاً كان عندها خيمتان كان عندها خيمتان تكرم تكر الأضياء فمر النبي صلى الله عليه وسلم عليها ونزل ضيفاً عندها وجاءت معها قصة الشاه المعروفة جزى الله رب الناس خير جزائه رفيقين حلى خيمة الأم معبد وما نزل بالبر وارتحلى به وأطلح من أمسى رفيقاً محمد هذه أم معبد رأته وكانت خزاعية فصيحة فلما جاء زوجها سألها فأجبته بالتالي رأيت رجلاً ظاهراً روضاءة أغلج الوجه حسن الخلق لم تعبه تجلة ولم تزل به صعلة هذه تجلة وصعلة تحتاج إلى شخص لم تعبه تجلة الضخامة في البدن التجلة الضخامة في البدن مكتب التجلة يتحمل على شرح التجلة الضخامة في البدن والصعلة صغر الرأس والصعلة صغر الرأس فهو عليه الصلاة والسلام ضخم إلى حد لا يعاب وليس صغير الرأس إلى حد يعاب به قسيماً في عينيه جعج أي ثوار وفي أشفاله غطف الأشفار أشعار أو شعر الجسم وفي صوته صحل أي في صوته بحة الصحل هو ماذا البحة في صوته صحل أي بحة وفي عنقه قطع تقصد نور تقصد أن عنقه منير وفي رحيته كثابة هذه واضحة أي كثاب الجلج أطراً أما ثونه أزج فالمعنى أن خيط الجسم هذا دقيق قليلاً أما قولها أطراً هذا لا يقبل فإما أن يكون خطراً منها وإما أن يكون خطراً من الرواح الذين نقلوا قالت أزج أطراً فإما أن يكون خطراً منها وإما أن يكون خطراً من 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 الرواح لأن معنى أطراً هذه تحتاج إلى شيء من الضار أطراً أن يكون هذان مبتسقاً بعضهما ببعض الحاجبان إذا اختصلاً يسمم أطراً لمعنى مخسر منه وهذا عيض مذنوب عند العرب قديماً وهو لا يعيض الرجل لو وجده إذا هذا خلق الله لكن الله جل وعلا لا يجعل نبيه بهذا العمر وسيأتي وصل عليه الصلاة والسلام بأنه أزج في غير قرن سيمر معك أظن المصنف عرض له هذا نحفوه أما أعلم كان مصنف ذكره أو لا أزج في غير قرن فقولها أزج أقرن إلا أن تكون قصدت شيئاً لما تهموا عنه واضح إذا كم تخريج الآن ثلاثة الأول أن يكون خطأ ممن من أمي معدس والخطأ الثاني أن يكون ممن من الرواع والخطأ الثاني يكون فيه فهمنا نحن لكن الصواب الذي يمحل عنه أن الرسول لم يكن لم يكن أقرن واضح أزج أقرن إن صمت عليه الوقار وإن تكلم سماء وعلاه البهات وهذه ظاهرة أجمل الناس وأبهاه من بعيد أي صواة وأحلاه وأحسنه من قريب حلو منطق فصل لا نزر ولا هدر كأن منطقه خزرات نظم تحدرت لا بائن من طول ولا تقتحمه عين من قصة غصناً بين غصنين تتكلم عن غصنين الآخرين أبو بكر عامر بن قريب وهو أنظر الثلالة منظراً وأحسنهم قدراً له رفقاء يحفون به إن قال أنصت لقوله وإن أمر تبادر لأمره محفوض محشود ما معنى محفوض؟ ما معنى محشود؟ المحفوض من يعظمه أصحابه ومن حوله المحفوض من يعظمه أصحابه ومن حوله ويسارعون في طاعته هذا معنى محفوض اقرأ ما كتبنا اقرأ ما معنى محفوض؟ حشان ليس إذا أعلم أن كتبت الخطر نعم كما قال محشود أن يجتمع إليه الناس محشود أن يجتمع إليه الناس لا آبس ولا مفند التثنيب الصد الرد التهجين هذا التثنيب ومعنى لا آبس ولا مفند أي جميل المعاشرة جميل المعاشرة لا يهجيه أحداً ولا يحتقره أي جميل المعاشرة لا يهجن أحداً ولا يحتقره وعن أنس بن مالك بضي الله عنه أنه وصف لرسول ذاهي صلى الله عليه وسلم فقال كان ربعة من القوم طبعاً هو كاتبها ربعة مستحيل يميل الباعر هذه المرة معنا ولا بالقصير المتردد أزهر اللون ليس بالأبيض الأنهق ولا بالآدم الآدم الأسمر الآدم من يميل إلى السمراء أي أن بياضاً صلى الله عليه وسلم كما قلنا مشرباً بحمراء والأبيض الأنهق الكريه البياض الأبيض الأنهق الكريه البياض قال فائدة من من الأنبياء كان يميل إلى السمراء موسى وذلك الله قال أن يده بيضاء من غير سوء آدم موسى كان أسمع ليس بجعد ولا قضط ولا صدق رجل الشعر هذه المرة معنا إليس مستلسل وقال هند بن وديهالا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخماً مفخماً يتلألو القمر ليلة البدر أطول من المربوع وأقصر من المشدد المشدد يعني الطويل عظيم الهامة رجل الشعر إن انفرقت حقيقته فرق وإلا فلا يجاوض شعره شحمة أدنيه إذا هو وفر أظهر اللون مر معنا أي بياض معقول واسع الجبين أزج الحواجب سوابط في غير ماذا؟ في غير قرأ كما أثبتنا في الأول بينهما عرق يجره الغضب أقنى العرمين أقنى العرمين العرمين الأنف اكتبها العرمين الذي ارتفع أعلى أنفه الذي ارتفع أعلى أنفه الذي ارتفع أعلى أنفه وحدودب وسطه وضاق من خراه وحدودب وسطه وضاق من خراه كثة اللحية أدعج العينين مرة ساحل الخدين ظليع الفم أي كبير الفم وكان عنوانا عند العرب على الفصاحة والبلاغة ظليع الفم أي واسع الفم وكان عنوانا عند العرب على الفصاحة والبلاغة أشنب مفلج الأسنان أشنب يعني جميل الفم مفلج الأسنان الثناية كان فيها فوجة لن تكن متلاصرة دقيقة المسربة علي مرة معنا كأن عنقه جيد دمية في صفاء الخضة معتدل الخلق باجنا متماسكا سواء البطن والصدر ما معنى سواء البطن والصدر هذه ظاهرة بتعبير البطن يعني فرق ما بين البطن والكرش فرق ما بين البطن والكرش كل إنسان له بطن لكن ليس كل إنسان يوصف بأن له كرش إذا البطن برزت يسمى كرش أما إذا لم تبرز فهي بطن يعني لا يوجد إنسان ليس له بطن واضح سواء البطن والصدر مسيح الصدر بعيد ما بين المنكبين ضخم الكراديس الكراديس رؤوس العظام الكراديس رؤوس العظام أي عظم هذا أو هذا الرتب يسمى كراديس أنور المتجرد المتجرد أي المواطن التي لا شعر فيها تظهر كأنها نور هذا معنى أنور المتجرد أي المواطن التي لا شعر فيها من بسمه تظهر كأن لها نور موصول ما بين اللببة والسرة اللببة هذه الفتحة هذه الذي في أسفل أو الصفل في أسفل الرقبة هذه اللببة موصول ما بين اللبة والسر أي منها هنا إلى سرته صلى الله عليه وسلم شعر شعر يجريك الخط موصول ما بين اللبة هذه اللبة إلى هذه السر شعر منتج معنى هذا أن باطل جسم من الأمام هنا وهنا ليس فيه شعر ولذلك قال عاريك سبيين والبطن مما سوى ذلك مما سوى ذلك مما ذا من الشعر أشعر الزراعين والمنكبين أما هناك الزراع والمنكب كان أشعر صلى الله عليه وسلم عريض الصدر طويل الزندين رحب الراحة شفن الكفتين من ركس والقدمين سائر الأطراف صدق القصد خمصان الأخمصين هذه خمصان الأخمصين معناها الأخمص هو الذي ينطوي شيء من القدم في باطيها يعني أي إنسان الأصل أنه أخمص في جهة من القدم ما تصل إلى ماذا ما تصل إلى الأرض لكن هذا الذي طبيعة الإنسان لكن ثبت عن صلى الله عليه وسلم أنه كان أخمص أي أن قدمه كانت سواة كان أخمص أي أن قدمه كانت سواة ويمشي مسح القدمين ينبو عنهم الماء إذا زال زال قلعاً ويخفو تكفواً ويمشي هوناً ذريع المشي ذريع المشي أن مشيته ماذا؟ متباعد إذا مشى كأنما ينحق من صبب وإذا زفت زفت جميعاً خافض الطرف أي النظر نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء كنا يعني ماذا؟ التوابع جل نظره الملاحظة ما يذكر يسوق أصحابه ويبدأ من لقيه بالسلام هذا الصفة الخلقية الآن طبيعي أن يأتي للصفة هذه الصفة الخلقية والآن طبيعي أن يأتي للصفة الخلقية بسكن الله قال فصل ذي أخلاقه صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشياء النعس قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه فتمر معنا أشياء لا حاجة للشرح وإنما ستكلم مع ذلك إجمالا كنا إذا حمر البأس ولقي القوم القومة اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أسخى الناس ما سبل قط شيئا فقال لا وكان أحلم الناس إلا أن سخاه متى يظهر في أوجه في رمضاء إذا إذا لقيه جبريل وكان أحلم الناس كان أشد حياء من العذراء في خبرها لا يثبت بصره في وجه أحد وكان لا ينتقم بنفسه ولا يغضب لها إلا أن ذلك تنتهى أكبر ومات الله فيكون لله ينتقم وإذا غضب لله لم يقم لغضبه أحد والقريب والبعيد والقضي والضعيف عنده في الحق واحد وهذا أمر الأخير فالله جل وعلا ذك بصره وذك قلبه وذك رسانه وذك خلقه فأين ذك الله رسانه وما ينتق عن الهواء وأين ذك الله قلبه ما تذب الفؤاد ما رأى وأين ذك الله دصره ما زاغ البصر وما طغى وأين ذك الله خلقه وإن تلع على خلق عظيم هذه الإجمالة وجاءت فصلت في آيات أخرى ما عبق الطعاما قط إن اشتهه وأكله وإن لم يشتهي تركه وكان لا يأكل متكيا ولا يأكل على خوان ما الخوان المائدة الخوان المائدة التي يوضوا عليها الطعام ويعبر عنها أحيانا بالطاوية قال أنا سنضر يا الله عنك ما مصطحيح ما أكل النبي صلى الله عليه وسلم على خوان من قط ولا يمتنع من مباح إن وجد ثمرا أكله وإن وجد خبزا أكله وإن وجد شواءا أكله وهذا يدل على عدم التكلف إذا أردت أن تكتبها بالأسفل أكتب جملة يقال كان لا يرد موجودا ولا يطلب مفقودا جملة يقال شرح هذا كله لا يرد موجودا ولا يطلب مفقودا إن وجد خبز بر أو شعير أكله وإن وجد لبن مكتفا أكل البطيخ بالرطب أكل البطيخ بالرطب ما البطيخ ما البطيخ إن أجدتم عنها فأنتم مطلعون على السنة أي هذا الذي جاء السنة أي غير الشناء الخرب المقصود بالبطيخ هنا الخرب طيب أين الدليل على أنه خرب ثبت عنه صلى الله عليه وسلم هذا البطيخ جاءت بلاذة روايات جاءت برواية أكل البطيخ بالخرب وجاءت بنطل عن عائشة أكل البطيخ الأحمر بالخرب أكل البطيخ الأصخر بالخرب وجاءت برواية أوضح أكل الخرب بالرطب أكل الخرب هذا ما استرح ليه أكل الخرب بالرطب طيب لماذا الخرب البطيخ الأصفر أكل البطيخ الأصفر اللي يفتحته أصفر طيب علّله لماذا أكل البطيخ بالرطب ما الفرق لماذا جمع ما بين الخرب والرطب أي أي يعني تعبيره يعني غير يأستنطح حاق والبطيخ بعد وقال صلى الله عليه وسلم نكثر حر هذا ببرج هذا وبرج هذا بحر هذا قال أبو غيرها وكان يحب الحلواء والعسل قال أبو غيرها وكان يحب الحلواء والعسل خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا ولم يشبع من قبض الشعير وكان يأتي على آل محمد من الشهر والشهران لا يقض في بيته من بيوته نار وكان قوتهم الصمر والماء يأكل الهدية ولا يأكل الصدق طيب ولا يأكل الصدق خاص به هو وآل وآل بيته ويكافر على ماذا ويكافر على الهدية إذا أخذ هدية يكافر عليها وأغلب أحواله أن يرد الهدية بأكثر منها يأكل الهدية ولا يأكل الصدق ويكافر على الهدية ولا يتأنق في مأكل ولا ملبس يأكل ما وجد ويلبس ما وجد وكان يخطف النعلى ويرقع الصوبة ويقدم بمهنة أهله ويعود المرضى وكان أشد الناس تواضعا يجيب من دعم هني أو فقير أو ذنيل أو شريف لا يفرق وكان يحب المساكين ويشهد جنائكهم ويعود مرضاه لا يحتقر فقيرا لفقره ولا يهاب ملكا لمنكه وكان يركب الفرس والبعير والحمار والبغلى هذا هو دليل على عدم التكلف ويردق خلفه عبده أو غيره لا يدعو أحدا ينشي خلفه ويقول خلّوا ظهري للملائكة يلبس الصوف وينتعل المخصوف وكان حدّا لباس إليه الحبرة الحبرة استياب المقلمة ذات الخطوط الحبرة استياب المقلمة ذات الخطوط وهي من برود اليمن فيها حمرة وبياض ختمه في الغبصه منه يلبسه في خنصره الأيمن وربما لبسه في الأيسر وكان يحسب على بطنه الحجر من الجوع وقد أساه الله مفاتيح فتائن الأرض كلها فأبى أن يأخذ فتائن الأرض كلها فأبى أن يأخذها واختار الآخرة عليها وكان يكسر الذكر ويقل اللغوة ويقل الصلاة ويقسر الخطبة أكثر الناس تبسما وأحسنهم بشرة مع أنه كان متواصل الأحزان دائما ذكر وكان يحب الطيب ويقره الريحة الكريهة يستعرف أهل الشرف يقلم على الفضل ولا يطوي بشرة عن أحد ولا يجهو عليه يرى اللعب المباح ولا ينفر يمزح ولا يقول إلا حق ويقبل معذرة المعتدر إليه له عديد وإيماء لا يتفع عليهم في مأكل ولا ملبس ولا يمزره وقت في غير عمل لله أو فيما لبج له ولأهله منه رعى الغنم وقال ما نبي إلا قد رعاها رسولة عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان خلقه القرآن يغضب لغضبه ويرضى لغضاه صلوات الله وسلامه عليه وصح عن أنفس بمالك رضي الله عنه قال ما نفسك بيباجا ولا حريرا ألينا من كث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا شممت رائحة قط كانت أطيبة من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقد خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر سنين فما قال ليفتن قط ولا لشيء فعلته لم فعلت كذا ولا لشيء لم أفعله ألا فعلت كذا وكذا قد جمع الله لو كمال الأخلاق ومحاسن الأفعال وآتأه الله حم الأولين والآخرين وما فيه النجاة والحوز وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب ولا معلم له من البشر نشع في بلاد الجهل والفحارة آتأه الله ما لم يأتي أحدا من العالمين واختاره على جميع الأولين والآخرين فصلوات الله عليه دائمة إلى يوم الدين هذا كله ظاهر ولا أعتقد أنه يحتاج إلى تعلم فصل في معذاته صلى الله عليه وسلم فمن أعضل معذاته وأوضح دلالاته القرآن العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلف تنزيل من حكيم حميد الذي أعرض الفصحاء وحير البلغاء وعياهم أن نأت بعشر صور مثلي أو بصورة أو بآية وشهد بإعجازه المشيفون وأيقن بصفقه الجاهدون والملحدون اكتب القرآن الكريم معذة نبينا الخالد وهو معذ في لفظه ومعنى معجز في لفظه ومعنى القرآن الكريم معجزة نبينا الخالد وهو معجز في لفظه ومعنى قال شوطي رحمه الله قال شوطي رحمه الله جاء النبيون بالآيات فانصرمت هذا الشطر الأول جاء النبيون بالآيات فانصرمت وجئتنا بحكيم غير منصرم وجئتنا بحكيم غير منصرم طيب وسأل مشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية فأراهم انشقاق القمر فانشق حتى صار في القفين وهو المراد بقوله تعالى اتربت الساعة وانشق القمر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى دوى الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وسيبلغ ملك أمة ما زولي منها وصدق الله قوله بأن ملك أمته بلغ أقصى المشرق والمغرب ولم ينتشر في الجنوب ولا في الشمال هذا فيه نظر هذا فيه نظر فليس المقصود المشرق والمغرب تحديدا فليس المقصود المشرق والمغرب تحديدا وإنما المقصود انتشار الدين في كل مكان انتشار الدين في كل مكان وكان يقصب إلى جدع ثلاثه قضية معجزاتي وأذكرها معه وكان يقصب إلى جدع فلما اتخذ المنظر وقام عليه حن الجد حنين الإشار حتى جاء إليه والتزمه وكان يئنه كما يئن الصبي الذي يسكت ثم سكت ثم سكت ونبع الماء من بين أصابعه غير مرة هذا يكتب لضاح أسفل ونبع الماء من بين أصابعه غير مرة اكتب اختلف العلماء اختلف العلماء في معنى نبع الماء من بين أصابعه عليه الصلاة والسلام اختلف العلماء في معنى نبع الماء بين أصابعه عليه الصلاة والسلام على قولين على قولين القول الأول أن يكون الماء نبع فعلا من بين أصابعه أي خرج من بين أصابعه أن يكون الماء نبع فعلا من بين أصابعه أي خرج من بين أصابعه ثانيا أن يكون المعنى أنه ببركته عليه الصلاة والسلام فلما وضع صابعه تكاثر الماء أن المعنى أنه صلى الله عليه وسلم لما وضع صابعه في الماء تكاثر الماء ببركته عليه الصلاة والسلام ولم يكن هناك نبع حقيقي من أصابعه ولن يكن هناك نبع حقيقي من أصابقه والقول الأول هو الأظهر وعليه الأكثرون والقول الأول هو الأظهر إذ لا مانع يمنعه هو الأظهر إذ لا مانع يمنعه وعليه الأكثرون هل أكثر من من علماء في أشياء تحدث بدلالة المعنى عليها وسبح الحصى بكثه ثم وضعه بكثه بذكر ثم عمار ثم عثمان فسبح وكان يسمعون تسبيح الطعام عنده وهو يأكل وسلم عليه الحجر والشجر ليالي أبوك وكلمته الزراع المسمومة ومات الذي أتل معه من الشاك المسمومة وعاشه وبعده أربع سنين الذي مات معه من دشر بن البراء رضي الله عنه الذي أتل معه من الشاك دشر بن البراء ووصيبت رجل عبد الله بن عثيك العنصالي فيما استحاف براء من الشمحي وأخبر أنه يقتل أبي بن خلف الجمحي يوم أعدت خدشه خدشا يسيرا ذمات وقال سعد بن معاد لأخيه أمة بن خلف سمعت محمدا يزعم أنه يزعم أنه قاتل فقسل يوم بجر كافر وأخبر يوم بجر بمصالع المشركين فقال هذا مسرع فلان غدر إن شاء الله وهذا مسرع فلان غدر إن شاء الله فلم يعد واحد منهم مسرعه الذي سمعه وأخبر أن طوائف من أمتي يغزون البحر وأن أم حرم بنت المحام منهم فكان كما قال وقال لعثمان إنه سيصيبه بلوى فقسل عثمان وقال العسن بن علي إن ابني هذا السيب لعل الله أن يصح به بين فئتين من المؤمنين عظيمتين فكانت ذلك وأخبر بمقتل الأسود عن سي الكبذاب ليلة قتل وظيما قتله وهو بصنعاء اليمن وبمثل ذلك في قتل تفر وأخبر أن الشيماد انت بقيلة الأزدية أن ما رفعت له بإخمار أسود على بغلة الشهباء فأخذت في زمن أريد بفر الصديق في جيش خالد بن الوليد بهذه الصفة وقال لثابت بن قيس بن شماس تعيش حميدا وتقتل شهيدا فعاش حميدا وقتل يوم اليمامة شهيدا وقال الرجل ممن يدعي الإسلام هو من معه في قتال ومن أهل النار فصدق الله قوله بأن حرمه أكتب جماع هذا علميا أن يقال ما يلي جماع هذا علميا أن يقال ما يلي الغيب الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم ينقسم إلى ذلك أخشى جماع هذا علميا أن يقال الغيب الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم ينقسم إلى ثلاثة أقسام ينقسم إلى ثلاثة أقسام أولا غيب يتعلق بالأمم والقرون الغابرة غيب يتعلق بالأمم والقرون الغابرة ومثاله إخباره عن توني بأمثلها هذه تفضل لا نريد غيب أخبر به عن أمم الغابرة هذا كبير في القرآن إخبار يوسف أصحاب الكعف قوم نوح قوم عاد هذا كله إخبار عن غيب سبق هذا كله إخبار عن غيب سبق كإخبار عن أهل الكعف وإخبار عن يوسف وإخوته وإخبار عن غير ذلك مما شرق هذا تم واحد الثاني إخباره عن غيب وقع في وقع بعده في حياته وقع في حياته قبل أن يموت إخباري عن غيب وقع بعد ذلك في حياته قبل أن يموت مثل مرعا إخباره بالذي قتل نفسه وإخباره بالأسود ومقتر بقريش ومبدأ ومقتر الأسود العنسي هذا كله حصل في ماذا في حياته صلى الله عليه وسلم وإخباره بغيب وقع بعد حياته صلى الله عليه وسلم بعد وفاةه صلوات الله وسلامه عليه مثل إن ابني هذا السيد هذا وقع بعد وفاةه و قصة صراق ابن مالك أنه لبس سوارة كسرة وارتاح يعني يقول أشراط أشراط الساعة تساقع بعد وفاته صلى الله عليه وسلم هذا خلاصة ما يمكن أن يقال في الغيب الذي أخبر عنه صلى الله عليه وسلم ودعا لا نتكلم عن دعائه ودعا لعمر المخطط فأصبح عمر فأسلم ودعا لعلي بن ابي طارب يذهب الله عنه الحر والبرد فكان لاجده حرا ولا برد ودعا لعبد الله بن عباس يذكف الله في الدين يعلمه التأوين فكان يسمى الحضر والبحر لكثرة علمه ودعا لي أن يسمى مالك بطول العمري وكثرة المال والولدي وأن يبارك الله له فيه فولد له مئة وعشرون ذكرا لصلبه وكانت نخله تحمل بالسنة مرتين وعاش مئة وعشرين سنة أو نحوها وكان عسيدة النادراب قد شقق ميسه وآذاء فدعا عليهم يسلط الله عليه ثلما من كلابه فقسله الأسر بالزرقاء من أرض الشام وشكي إليه قحوط المطر وهو على المنبر فدعا الله عز وجل وما بالسماء قزعة نفار الصحاب ونفار الجبال فمطروا إلى الجمعة الأخرى حتى شفي إليه كثرة المطر فدعا الله عز وجل فأقلعت وخرجوا يمشون للشمس واطعنا أهل الخندق وهم ألف من فاع شعير أو دونه وبهينة فشبعوا وانصره والطعام واكثر مما كان واطعنا أهل الخندق أيضا من ثمر يسين فتبه ابنة بشير بن سعد إلى أبيها وخاليا عبد الله بن رواحة وأمر عمر المخطاب يزود أربعنات راتب من ثمر تلوصيل الرادو فزود وبغية أنه لم ينقص ثمرة واحدة وشهد الزئب بنبوته شهادة الزئب بنبوته رواها الإمام أحمد من حديث يبي سعيد الخدري رضي الله عنه شهادة الزئب بنبوته رواها الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح من حديث يبي سعيد الخدري رضي الله عنه ومر بثمر المبعير يشتق عليه فلما راه جرجل وضع جيرانه فقال إنه شكت تذرة العمل وقلة العلم ودخل حائطا فيه بعير الحائط أي المستان الحائط أي المستان فلما راه أهل حن وضرفت عيناء فقال لصاحبه إنه شك إليه أنك تجيع وتؤذبه ودخل حائطا آخر فيه فحلان من الإبل وقد عدد صاحبه مع ناخدهما فلما رأاه أحدهما جاء حتى برك بين يديه فخطمه ودفعه إلى صاحبه فلما رأاه الآخر فعلى مثل ذلك وكان نائما لسفر قال كله أصبار فدلوا على ما تخره الله جل وعلا له صلوات الله وسلامه عليه هي والتي بعدها إلى أن قال لآخر الصفحة 116 وخرج على نئة النطريش 116 وهم ينتبعونه ووضع الطراب على رؤوسين ومضى ولم يره وتبعه صراقة ابن مالك يشعم يريد قتله أو أسره فلما قرب منه دعا عليه فساخت يد فرصيه بالأرض فناداه بالأمان وسأله أن يدعو ولو فدع له فنجاه الله ولو صلى الله عليه وسلم معذات باهرة ودلاثنة ظاهرة وأخلاق طاهرة واقتصرنا منها على هذا تحقيقا وفي خسام هذا اللقاء أشهد الله على حبكم ووصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى وسلامك الصدر لجميع المؤمنين والسعي بالعمل بما نعلم عمل الله جل وعلا أن يبلغنا أعلى المناجل في الدنيا والآخرة أعلم الله تعالى أعلم وصلى الله على محمد وعلى آله والحمد لله رب العالمين